كما أكد رئيس سيسي حرصة مصر على مواصلة تفعيل أطراء تعاون مع قبرص سواء على المستوى الثنائي أو من خلال ألية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر وقبرص واليونان والتشاور المكثف بينهم تجاه مختلف في القضايا والتطورات الإقليمية خاصة ما يتعلق بالسبب المواجهة التحديات في منطقة شرق المتوسط جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس في العاصمة اليونانية أثينا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس سيسي أشاد بيتطور والتقارب المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعدة من جانبه أعرب رئيس القبرصي عن تقدير بلاده لقوة ومتانة العلاقات ما بين البلدين والتي تتطور بشكل مستمر على شتى الأصعدة كما أعرب رئيس القبرصي عن تقدير بلاده لدعم مصر للقضية القبرصية وفقاً لمرقعيات وقارات الأمم المتحدة ذات الصلاة بما يعز من أمن واستقرار المنطقة ومشيداً كذلك بالدور الذي تقوم به مصر كركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط فضلاً عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر